الآن راح أطيكم مهارة اعملوا بها أنا أقولها لأنه أنا أعمل بيها اعملوا بها ولو جزئيا هذا كان طالب جامعي في أمريكا طلع الأول في جامعته فقال لولا راح نكرمك احنا ونبعثك إلى دورة في الطاقة إلى الصين تدرون هذه العلوم موجودة في الصين في دول شرق آسيا أكو اهتمام بهذه العلوم قلوا لولا راح نبعثك في دورة للطاقة في الصين على كل حال أخذوا لتذكرة وبلغوا فعلا طلع طلع راح إلى ركب طار راح إلى بكين شاف ناس مستقبلي ودوا إلى مكان الدورة هذه دورة الطاقة يقول أول ما دخلت هناك شفت مجموعة من طلبة الجامعات تبين أن طلبة الجامعات المتفوقين في العالم كلهم موجودين في هذا المكان ومجموعة من رجال الأعمال يقول ودونا إلى مكان كل واحد في غرفة قال الدورة يوميا ثلاث ساعات لا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا بالليل إذن أي وقت حسب توقيتنا قبل أذان الفجر بساعة ونص تبدي هذه الدورة وبعد صلاة الفجر حسب توقيتنا طبعا ذلك مو مسلمين تبدأ أيضا تنتهي بساعة ونص للساعات يقول خلونا فيه كل واحد في غرفة يعني مثلا الصلاة ساعة مثلا بالأربعة ساعة ثنتين ونص كل واحد خلوه في غرفة أردأ أقول لكم مهارة التفكير كيف أجعل لي مهارة اسمها التفكير والتأمل وشقد أقدر أستفيد من عدها في حياتي اليومية يقول قال لنا لازم تفكرون في شي ماء شجر حجر بحر أرض أي شي فكر في شي معين قال أولا أبدأ بالتنفس العميق الاختناقي أستلقي على ظهري استرخاء أبدأ بالتنفس العميق هاي الأول عملية خمس ست مرات سبع مرات يقول بعد ذلك تبدأون بالتفكير في شي معين قلت شجر ماء حجر بحر أرض سماء شي معين لمدة الساعة تركزون بالتفكير التركيز بالتفكير مهم هو تركزون في ذلك الشي بعد هالساعة ونصف طلعون برا نصف ساعة تمشون بالهواء شوكت هالنصف ساعة طبعا هذه النصف ساعة تبدون تتمشون فيها بعد النصف ساعة ترجعون نفس التفكير تكملوه قال هذا الشي أول يوم مو ثاني يوم أول يوم سووا بعد ثلاث ساعة طلعنا برا الجماعة كلهم قاعد يبكون بكاء بكاء الراحة قالوا لي أول مرة في حياتنا احنا نرتاح راحة نفسي بي هذه الطريقة سواء كان تاجر رجل أعمال سواء كان طالب جامعي عدنا همومنا ومشاكلنا وآلامنا كثيرة أول مرة نرتاح يقول أنا صرت أبكي أخذتني العمر وصرت أبكي ليش قلت هذا كله موجود في ديننا بس احنا مو عاملين بي احنا مو عدنا صلاة الليل قبل الفجر مو عدنا صلاة الليل متفكير في شيء بدال الشجر الشجر والحجر والماء والهواء أفكر في الله مركز الطاقة الرئيسي للإنسان هو الله أقوى ليش لأنه اللامتناهل مطلق الله يعطيني طاقة هائلة أقوى من أي شيء بالدنيا مركز الطاقة هو الله هذا موجود عدنا وبعد ذلك تصلي صلاة الليل وتخرج إلى الهواء شنو الهواء؟ أكو ذبذبات موجودة أكو ذبذبات موجودة تبدأ من الفجر إلى طلوع الشمس يعني طلوع الفجر ويا الأذان إلى طلوع الشمس ذبذبات موجودة في الهواء هذه الذبذبات كونية تبعث للإنسان بطاقة هذه الطاقة تعطيك طاقة 24 ساعة وهذه الذبذبات ما موجودة دائما بس في هذا الوقت إذا عرضت جسدك إلى هذه الذبذبات راح تاخد طاقة قوية خلال 24 ساعة انت اذا قمت سويت تسبيحات صلي صلاة الفجر طلعت بره 10 دقائق ربع ساعة بديت بهذا الهواء الطلق وارجعت مرة ثانية افتحوا مفاتيح الجنان اكو تعقيبات صلاة الصبح ابدوا بيها من الان ولمدة اسبوع كامل راح تشوفون تغيير كبير في حياتكم